وفي جديد تطورات العراق قتل وأصيب العشرات جراء اشتباكات بين المحتجين في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد في غضون هذا عزز الجيش العراقي من وجوده في العاصمة بغداد بعدما اقتحم المحتجون القصر الحكومي في العاصمة وفرضت السلطات حظرا شاملا للتجول في أنحاء البلاد من جانبها دعت القيادات الأمنية العراقية المواطنين للالتزام بقرار حظر التجول مشددة على أنها تعمل حاليا على حفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة